كشفت دراسة طبية أن تناول شاي الفواكه والمشروبات التي لا تحتوي على السكر بين الوجبات يمكن أن تضاعف لإحدى عشرة مرة من عملية تأكل الأسنان إلى التفاصيل هل فكرت يوما بالأضرار التي قد تصيب أسنانك إذا ما تناولت شاي الفواكه أو المشروبات الحمضية بين الوجبات اليومية؟ إذا كانت إجابتك بك لا فعليك إعادة النظر في الأمر دراسة علمية حديثة كشفت أن تناول شاي الفواكه والمشروبات التي لا تحتوي على سكر بين الوجبات يمكن أن تضاعف لإحدى عشرة مرة عملية تأكل الأسنان الدراسة التي أعدها فريق من جامعة كينز كوليج في لندن حذرت من تناول المقرمشات المملحة أو تلك المطاعمة بالخل خاصة وأنها من الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الأحماض التي يمكن أن تضاعف من عملية نخر الأسنان هذه العادات الغذائية من الأمور التي تزيد من تأكل الأسنان بشكل كبير مقارنة باستهلاك هذه المشروبات مع وجبات الطعام والتي يمكن أن يقل ضررها إلى النصف في حال تناولها بين الوجبات ووجد البحث أيضا أن المشروبات الغازية الخالية من السكر يمكن أن تعمل على تأكل الأسنان مثل المشروبات المحلات بالسكر ولفتت الدراسة التي نشرت في مجلة طب الأسنان البريطانية أن أطباء الأسنان يرون أعدادا متزايدة من المرضى الذين يعانون من تأكل الأسنان والتي قد تكون مرتبطة بتغيير أنماط الأكل مثل زيادة الوجبات الخفيفة لدى الأطفال والبالغين على السواء